العبت الزمالك في ضربات الجزاء أبطال ليه أبطال أنا باكتلكم بقى كلعيب كرة بقى جمهوري الأهلي أحمر ورجون اللي بيشات عليه ضربة الجزاء كل جمهوري الأهلي أنا داخل كزمالكاوي عناي رايحة الجمهوري الأهلي كله وهو بيصفر علي أن أنا ضيع وإنت كأهلاوي رايح وجمهوري الأهلي كأنه سبورت ليك كأنه في ضهرك أهو في ضهرك أهو في وشك وبيقول لك يلا جيب جون وبيحفزك لعبت الزمالك أربع شوطات كما يقوله الكتاب ده كفاية عبدالله السعيد ده عبدالله السعيد ده اللي بساعة ما مشي من نادي الأهلي اتروأ اتروأ في كل حاجة اتروأ في أنه هو جي مضى للأهلي وبعد كده يلا مش عايزينك وبعد كده اتروأ أنه بعد كده اترفع عليه قضية وفلوسه اتحجز عليها وبتاع تعارفين أنه أول بطولة لعبدالله السعيد من ساعة ما مشي من الأهلي يعني هو راح برامس أيام كتيرة جدا راح أهلي جدة قبليها راح في فنلندا أول بطولة لعبدالله السعيد كان قبليها برضو في ترياءة العجوز جايبين لعيب عجوز وبتاع كلام من هذا القبيل كل ده ادى ثقة كبيرة ودوافع كبيرة لعبت الزمالك في مقابل ثقة وصلت لمرحلة الغرور ليه لعبت النادي الأهلي وكولر بصوا يا جماعة منظر ده منظر لعبت الزمالك وهي بتشوت ضربات الجزاء وجمهور الأهلي في الخلفية موضوع يخد موضوع يخد يخد أي لعيب تمام لكن في النهاية طب فهنا السؤال مش مفهوم يعني ايه كمية الثقة ازاي نادي دي اللي كان النادي الأهلي نادي كبير قوي النادي الأهلي جمهوره رائع النادي الأهلي بطولات ولا أحلى ولا أروع لكن أنا كان عندي مداخلة قبل المطش قلت معلش محترامي مش كولر كولر مش عبقاري خالص كولر مش عبقاري العبقارية ان يكون عندك فرقة قليلة تصنع منها فرقة كبيرة العبقارية ان ما يكونش عندك سكواد قوي ها وتعم تاخد بطولات العبقارية ان مجلس الإدارة ما يكونش سابورت ليك أو بيسندك ما بيجيب لكش لبن العصفور دي العبقارية لكن العبقارية ان أنا طول الوقت يعني معايا أحسن عناصر ومعايا مجلس إدارة رئاسة كابتل محمود الخطيب موفر لك لبن العصفور ومعايا عندك اللعيب الأساسي زي اللعيب الاحتياطي زي اللعيب اللي برا لسكور وجاي بتلعب الزمالك اللي عنده مشاكل وعنده فلوس وعنده ديون وعنده وقف قيد وعنده لعيبة بتيجي ببلاش تراح جاي بيحي اعطيها طوله بدخله في 2 مليون دولار لو شراء بنية البيع بعد كده هتوصل لأكتر وبياخد مبلك وجايب محمود بن طايق ببلاش سنتتيام ماشي ببلاش في المطش مين كان أحسن يا جماعة ليه؟ عشان الدوافع دوافع اللعيبة ده اللي أنا بقوله بالنسبة للي حصل الامبارح إزا مالك يستحق الفوز لو احنا بجيء من كل العناصر تعرف يا جماعة ان الاهل ما جابش كورنر الاهل طوال التسعين دقيقة ما جابش كورنر انت متخالين الاهل ما جابش كورنر طوال التسعين دقيقة الاهل الشوط الأولاني ما عملش عرضية واحدة